وفي يوم من الأيام هو نايم في المغزن سمع صوت خبط على الباب ولما فتح الباب كانت الصدمة بأن صاحبه بياو مصاب بجرح خطيرة جدا وقال له أن أخ المالك عمل انقلاب في القصر وزمانهم جايين ورايا عشان يخلصوا عليها وقبل ميجو هنا خد الخرطة دي وروح للمكان ده واتفهم إيه اللي أنا عايزك تعمله يا شين إبهى اللي وصلنا لهنا ومين كل الناس دول هو ده اللي هنعرفه في حدودة النهاردة شين كان يتيم والتاخد عشان يتبع كعبد وهو في عربية نخاسة شاف وانجدشي الجنرال الحرب العظيم في الجيش الصيني وتمنى أن يكون زيه في يوم من الأيام ولكن تاني يوم صحة شين على واقع أنه خلاص بعبد عند رجل عجوز ودى العشة مع العبد التاني بتاعه بياو وقال له يعلم الشغل ولما كان بيتكاسل أو بيغلط وما بيشتغلوا الرجل العجوز كان بيضربه فشين كان بيتكلم عن أنه مش عايز ده يكون مصيره ونفسه يكون جنرال كبير في الجيش فبياو قال له أنه مفيش وسيلة عشان يحقق داغر التدريب على استخدام السيف وراحوا لمكان في الغابة وبياو قال له احنا هنتدرب هنا لحد ما نقدر نكون جنرالات عظيمة في الجيش الصيني أنا وانت مع بعض وفضل شين وبياو مع بعض كل يوم بيتدربوا لحد ما كبروا وفي مرة من المرات رجل شافهم وسألهم اتعلموا المبارزة دي فين شين قال له محدش علمنا طردوا ورجع شين وبياو لبيت ملكهم وهم شايلين الحطب عشان يلاقوا صاحبهم تحت رجلين الراجل اللي وقفوا سألهم في الغابة ورجل الكبير أول ما شافهم طلع يجري على بياو وقال له ده وزير في الأصر الملكي وهيدفع ثمن حريتك ويادك معه تشتغل في الأصر الملكي ولما شين يفتكر أن الراجل عجبه طريقتهم في التدريب وهيخدهم هما الاتنين الراجل العجوز قال له روح انت كمل شغل في المغزن الوزير لما قال له بياو ان دي فرصة كويسة ليتم حرب زيه بياو اترجى ياخد شين معاه فالوزير رافض فبياو طلب منه يوم عشان يفكر في الموضوع وبالليل قال لشين انهم تدربوا كل السنين دي عشان يخرجوا من هنا مع بعض فشين قال له ما تضيعش الفرصة دي من ايدك وعليها كان رد بياو وخرجوا الاتنين يتمرنوا على المبرزة في نص الليل وبياو قال لشين أنا وانت طرقنا واحد وهنكون في يوم من الأيام مع بعض تاني بنحارب كتف الكتف مرت الأيام على شين وبتمرن كل يوم لوحده بشراسة ويشيله وزن تئيلة وهو على الأمل انه يلحق صاحب أمره في يوم من الأيام ويكون جنرال عظيم في الجيش الصيني وفي يوم من الأيام هو نايم في المغزن سمع صوت خبط على الباب ولما فتح الباب كانت الصدمة بان صاحبه بياو مصاب وجروح خطيرة جدا وقال له ان اخ المالك عمل انقلاب في القصر وزمنهم جايين ورايا عشان يخلصوا عليها وقبل ميجو هنا اخذ الخرطة دي وروح للمكان ده وتفهم اهي اللي ان عايزك تعمله يا شين انتهت حات بياو وهو بيقول لشين انا معتمد عليك وفيوم من الأيام هنتجمع على وانت سوى تاني اللي الذي اخذ شين سيف بياو وانطلق عشان يروح للمكان اللي له عليه وفي نفس الوقت ده كانت جمعت جنرال جي واصلوا لمكان جثة بياو اللي بيشوف الجثة قال للجنرال ان ده مش هو ده شبيه وهنا بنفهم ان بياو اتخلص عليه بالغرض لانه شبه حد تاني الجنرال جي لما جم ثلاثة من القرية عايزين يفهموا سب وجوده خلص عليهم وامر جنوده بانهم يحرقوا القرية باللي فيها شين قطع طريقه مجموع من المرتزقة دلهم على طريقه شخص لابس لبس غريب زي البومة ولكن بفضل قوته اللي اكتسب من التدريب طول السنين اللي فاتت تتخلص منهم بسرعة وكمل طريقه وبالأصر الملكي اخ الملك اللي عمل الانقلاب كان متعصب جدا لما عرف ان الملك لست عايش وطالب جنوده بانهم يجيبوا رأس اخوه شين لما وصل للمكان اللي في الخريطة لقى كوخ فتحه وتصدم بان اللي جوه الملك تشينج وكان نسخة طبق الاصل من صاحبه بياو وانا بنفهم ان بياو اتخلص عليه لانهم كانوا فاكرينه الملك وقبل ما يتكلموا في اي حاجة جا مرتزق مجهول عايز يخلص على الملك ولما شين سمعوا بيقول للملك انا خلصت على شبيهك وانا فاكر انت شين استشاط بالغضب وقرر ينتئم لصاحب عمره ولكن واجه صعبة في البداية لان المرتزق ده كان قوي جدا الا ان التدريب لسنين اتى بثماره وشين انقض على المرتزق ده وخلص عليه ولما شين اتهم الملك تشينج انه مشارك في اللي حصل لصاحبه بياو الملك قال له ان بياو ضحب نفسه عشان يحافظ على المملكة لان لو اخوه بقى الملك المملكة كلها تتدمر ولما شافوا ان جيش اخوه ولع في قرية تشين وزح في ناحيتهم وهما بيدوروا على الملك ظهرت البومة دي وقالت للملك وشين انها عرفة طريق للهروب ولما شين قال له ما تسقش فيها قالت لتشينج انا عرفة ان انت الملك واساعدك في مقابل انك تديني فلوس ولما وصلت الاخبار لاخ الملك بان وزير من الوزراء وظف شبيه الاخو وبوضع عليهم الخطة طالب براس الوزير ده ولكن في الوقت ده دخل الجنرال عظيم وانجتشي وقال له ما تشلش هم يا ملك وراح مقدم له صندوق فيه راس الوزير ده وطلب من الملك ان المقابل يكون الارض اللي كان بيملكها الوزير ده والملك وفع على طلبه ثاني يوم شين والملك وهم مشين في الغابة هاجمهم مرتزق تاني بيرمي عليهم اسهم مسمومة وفاضل شين يتحارب مع المرتزق القوي ده لحد ما قدر يخلص عليه ولكن كان هو كمان ادصاب بسهم مسموم الملك اخدوا لمكان وعالجوا من السم لحد ما فاء ولكنهم اتفاجوا بعدها بان عدد من الجنود هاجم المكان ده وطلع الجنود دهول مع الوزير الموالي للملك وجيين عشان يدعموه وبدأوا يخططوا ازاي هنقذوا المملكة وعلى الجانب التاني اخ الملك قرر انه خلاص علين نفسه قدام جيش مكون من 80 الف جندي بانه الملكة الجديد للمملكة والوزير هما بيخططوا ويفكروا ازاي هيرجعوا للمملكة تاني وانه مفيش جيش ممكن يساعدهم بصلوا البومة اللي كانت من سكان الجبل وفكر انهم يتحلفوا مع سكان الجبل عشان يحربوا معاهم ولكن لسبب اللي المملكة عملته قبل كده في سكان الجبل الملكة تشينجو اللي معاه ما تقبلوش بالترحيب واتخدوا كراهين لحد مملكة الجبال عشان يقبلوا ملك سفح الجبل ولما الملكة تشينجو قال لملكة الجبل انا محتاج للتحالف ومساعدتكم عشان انقذ المملكة من اخويا اللي عمل انقلاب فملكة تشينجو قال له احنا سبقوا وتحالفنا معاكم لكن انتو الطرف اللي خاني العهد والتحالف وخلصتوا على عدد كبير مننا ليه المفروض اسقفك دلوقتي واتحالف معاك وراح امر جنوده بانهم يخلصوا على شين فالملك تشينجو قال له لما الملك يسعب سيفه بالعدوان والحرب يبقى بيحكم على كل شعبه بالهلاك وان اللي لازم يعمله الملك هو رسم طريق امن لشعبه عشان يعيش في سلام واعتذر للملك وكل سكان الجبل على الخيانة السابقة وهل لملك الجبل استرجاعي للعرش هو اول خطوة في تحقيق الهدف اللي انا عايزه بان يشير الحدود ما بين الولايات والناس كلها تعيش مع بعض في سلام فهل هتنضم في صافي لتعيق شيء عمره محد فكر فيه وهنا ظهر اتنين من حكماء الجبل وقالوا للمالك ما يسمعش كلامه وهنا نطشين وفك نفسه منهم ورمى السيف كدلالة على انهم مش عايزين شر وقال لحكماء الجبل لو كان اجدادكم فشلوا انهم يحققوا حلم انهم يكونوا جزء من المملكة فانتوا لازم تكرموهم بانكم تعقلهم الحلم ده بدل ما ترفضوا التعالف معنا وبالفعل سامح ملك الجبل وقرر انه يتحالف مع الملكة شينج ولما شل القناع طلع ملك الجبل وحدها ستة جميلة جدا وامرت ملكة الجبل بجمع كل جنود الجبل عشان يروحوا مع الملكة شينج وبدوا يخططوا ازاي اقتحموا المملكة لان المواجهة المباشرة خسرانة لانه كلهم على بعد 3300 جندي في مقابل 80 الف جندي في المملكة فراحوا للمبلانكة ومكلهم متنكرين في لبس سكان الجبل وبعتت الملكة رسالة الاقل ملك بان جيش الجبل عايز يتحالف مع المملكة ولكن المملكة سمحت بس بدخول 50 منهم لحين الاتفاق الكامل على التحالف مع بعض ولما المجموعة دخلت بنجاح للمملكة قال لهم اوامر بانهم يرموا الاسلحة اللي معهم على الارض فملكة الجبل قالت لهم انتوا اللي خنتونا قبل كده وانتوا اللي لازم ترموا الاسلحة اللي معاكم مشحنا ومستشار الملك بكل غرور قال لهم دخلوهم باسلحتهم دول 51 جيشنا يفعصهم في سعواني لغضروا بينا واول ما المجموعة دخلت للبوابة الملكة شينج هجموا الجنود وقلع قناع من على وشه وبدأوا يخلصوا عليهم وقسموا نفسهم لمجموعتين واحدة يقودة الملكة شينج واحدة يقودة شين المستشيرين لما شافوا الوزير الموالي للملكة شينج عرفوا ان الجنرال وانج خزوائهم ودهم راسه هماية الدفعة الاولى من سكان الجبل اللي هجموا وقفتهم الاسهم وشين والمجموعة اللي معاها لقوا جنود بتستناهم بقدرة جنرال جي الاخير خلص علي كم واحد حولوها جموه وسبب الجنود هي اللي تتولى مهمة التغليص علي شين واللي معاها ولما الملكة شينج والوزير قالوا لملكة الجبل احنا بالطريقة دي حاتنا تنتهي الملكة ادت اشارة لجنود الجبل اللي كانوا لسه عايشين وخلصوا علي جنود المملكة ودخلوا للساحة الاخيرة قبل الوصول لجناح الملك الخين اللي يفصل بينهم وبينها جيش كبير وعلى الرغم الفارق في العدد اللي ان الشجاعة وبسالة الملكة تشينج وملكة الجبل كانت كفاية لرعب جنود المملكة واخ الملكة تشينج لما سمع بوصوله قال ان تشينج جال حدنا عشان اقطع راسه بنفسي وكون حاكم المملكة رسميا مجموعة شين خلصت على الجنود ولكنهم لقوا نفسهم في مواجهة مسخ عملاق قدر شين يوقعوا على الارض وتجمعوا عليه وشين خلص عليه وفي الوقت اللي كانت الحاشية بتاعة الملكة المزيف بيفكروا في ان اطعد ماغة تشينج وقدام العلن هيكون احسن فرصة تأكد حكم اخوه دخل عليهم شين ومجموعته ولكن ظهر الجنرال جي وخلص على مجموعة من جنود الجبل اللي مع شين وتحدى شين لمحاربته ولما المستشار الملكي جاب عدد اكبر من الجنود عشان يواجه تشينج واللي معاه الملكة تشينج قوى من عزيمة اللي معاه وقال لهم لو حيتنا هتنتهي هنا لازم تنتهي واحنا ابطال واقفين على رجلينا وبنحارب الاوغاد دول والجنرال جي كان على واشك انه يخلص على شين الا ان الاخير قدر ينقذ نفسه في لقت المناسب وجير مال بعيد وقال له انت وصحبك بيهو اللي زيكم بتحلموا انكم تكونوا حاجة اكبر من حجمكم لكنكم دايما حيتكم بتنتهي وانتوا عديم القيمة فشين يفتكر تدريباته وكلامه مع بيهو وقام على حيله عشان يواجه الجنرال جي وقدر ينط الفوق ويخلص عليه زي ما كان بيتدرب اخر ملك تشينغ طلع يجري عشان يواجه اخو الملك الحيلي المملكة ولكنه بعد صياح كتير ما اخذش في ايد تشينغ غلوة ورزعوا العلقة المتينة ولما واحد من الجيش كان مصمم انه يكمل هجوم على تشينغ واللي معاه جاء جيش الجنرال وانجشي وحصرهم فالملك تشينغ قال له اهلي يخلي جنرال حرب يعظيم زيك تدخل في حرب احلية زي دي فالجنرال وانجشي قال له لانها سخافة ولازم تنتهي وان الحروب لو لازم موجودها فلازم تكون الحرب لمصلحة الصين كلها مجدد ضع وسأل الملك تشينغ انت بعد ما رجعت عرشك بتخطط لايه فتشينغ قال له هدفي اكون انا الملك الوحيد لصين كلها فالجنرال وانجشي قال له في ولايات هتعرض فكرة اتوحيد الصين فتشينغ قال له اللي ميوافقش بمزاجه ويوافق بالسيف فوانجشي امر مستشار يعلن ان تشينغ هو الملك وان الحرب الاهلية جوى المملكة انتهت ولما قوات المملكة رفضت وانجشي دور فيهم الضرب بقدرات العظيم على الحرب ولما حاول القائل بتاعهم بيخلص على الملك تشينغ جاء شين بوصلعة البرق وخلص عليه فالجنرال جي قال له اتمنى اشوفك المرة الجاية جنب في الحرب الوزير الموالي للملك تشينغ عرف ان الجنرال العظيم وانجشي كان محاوط مكان اسراعه الحرب عشان يحمي الناس اللي حولين المملكة وانه قدم راس مزيافة للملك واخد ارضه عشان يحميلته من جنود الملك المزياف وانتهى الفيلم بالملك مع اتشين وهو بيخاطط لتوحيد الصين كلها الفيلم في المجمل كقصة تتفرج عليها مش خسرة فيها الساعتين ولكن كاداء تمثيلي ومشاهده بتاع حاله كحال معظم الافلام الصينية والكورية اللي بيكون تصنفها حرب اكشن بيكون عندهم شوية من المبلغة والافكار اللي منهاش اي علاقة بالمنطق زي مثلا في فيلم النهاردة ده لما البطل شين فضل مصمم وهو بيتمرن انه يكسر صخرة بصيف خشبي منطقيا مستحيل خشب يكسر صخرة ولكن عندهم هما الموضوع مش محتاجر شوية تدريبات وحزق وتقدر تكسر صخرة بصيف من الخشب اما مشكلتي في الاداء التمثيلي كانت مع اكتر من شخص زي مثلا المسخ العملاق اللي ما تفهمش ازاي هما في 2019 ما كانوش قدرين يعملوا حاجة احسن من كده اما بقى التب بالنسبالي في المبلغة التمثيلية كان الجنرال وانجشي اللي كان مقضي الفيلم كله مبتسم ابتسمة غريبة جدا ولا اجدعها سايكو سيريال كيلر وما تفهمش ملامحه هل هو راضي ولا صاخط ولا هل هو غاضب ولا هادي موافق ولا رافض ما تفهمش ايه دماغه بسبب ابتسامة كازيميرو واللي كان مبتسمة طول الفيلم واخر المالك لما عرف ان اخو اقتعم المملكة وخلاص دخل عليه ضحك دحكة غريبة جدا وعمل حركة بصوت ما تتعملش الا هو بيمس اصب واخيرا ردود افعال شين بطل الفيلم كلها كان مبالغ فيها جدا وعايش دور الولد الاتيم المستعبد اللي الدنيا جاي عليه اكتر من اللزوم وكل كلمة عنده بحازق ما تعرفش هو بيتكلم كده ليه تقييمنا للفيلم بعد ما بادلنا تقطيعه هو ستة ونص من عشرة وللامانة التقييم ده لأكتر من سبب اولهم المشادي الحربية المحترمة والمتعوب عليها جدا وتمسك شين بعد صداقته مع بياه حتى بعد محايته انتهت والامل اللي فاضل متمسك بيه لحد محاق حلمه بانه يكون جنرال كبير في الجيش الصيني بعد ما قابل الجنرال وانجشي اللي شافه هو صغير وسهب التاني هو فكرة الاتحاد للملكة شين لساعة للبداية لتحقيقها عشان يحافظ على سلامة الناس في المملكة كلها